يغتر بعض الناس بما آتاهم الله من مال أوجهه فيتكبر على عباد الله وينسى أن الله تعالى هو العلي الأعلى فالله تعالى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر فهو الذي على العرش استوى وبغاية الكمال التصف وهو الأعلى من كل عال وصفاته أعلى الصفات ولم يزل سبحانه عليا متعاليا تعالى الله عن إلحاد الملحدين وهو العلي العظيم فلله تعالى علو الذات قال تعالى الرحمن على العرش استوى قال مجاهد استوى أي علا وله سبحانه علو الصفات فإن الصفات الله تعالى عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله سبحانه علو القهر فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وله سبحانه علو الوحدانية والتنزه عن الشريك والنديد فهو الواحد الأحد الذي لا شريك له قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وله سبحانه علو التنزه عن إفك المفترين وعن وساوس المتحيرين وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وله سبحانه علو الكبرياء والعظمة قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فمن عرف علو الله تعالى خضع له بالإخبات والتذلل مع محبته وتعظيمه ولذلك لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ومن عرف علو الله تعالى خضع لأوامره ونواهيه وأذعن لأحكامه وشرعه وحذر من العلو في الأرض بغير الحق وتجنب ظلم العباد لا سيما الضعفاء قال تعالى في شأن الزوجات فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا